السلام عليكم متابعيني يعطيكم العافية اليوم رح نحضر مع بعض صلاطة الملفوف بالميونيز وقطع الاناناس بطريقة جدا سهلة وبطعم جدا طيب خلينا نبلش الفيديو ونبدأ بسم الله اول شي لتحطير صلاطة الملفوف رح احتاج لكوبين من الملفوف مبروشين او مفرومين بشكل ناعم جدا بهذا الشكر وبعد هيك رح اضيف عليهم ملعقة كبيرة من السكر وكمان رح اضيف ربع كوب من الميونيز اي نوع انتو بتفضلوه ورح اضيف ملعقة كبيرة من الزبيب وملعقة كبيرة من جوز الهند وبعد هيك رح اخلط هاي المكونات كتير منيح مع بعض بعدين رح اضيف ملعقتين من عصير الاناناس او ميت الاناناس اللي بتكون موجودة بعلب الاناناس وممكن كمان نستبدلها بملعقتين من المي الباردة وكمان رح اضيف شريحة من الاناناس قطعتها بهذا الشكل واكيد رح ارجع اخفق هاي المكونات كتير منيح مع بعض وهيك بتصير السلطة جاهزة طريقة جدا سهلة وبسيطة خلينا نقدمها مع بعض وبعدين رح ازين الوجه بشريحة من الاناناس ورشة صغيرة من اللي سبي وهيك بصير عندي اطيب سلطة بالملفوف بطريقة جدا سهلة وبطعم جدا طيب بتمنى تجربوا الطريقة وتعطوني رأيكم وصحتان وعافية ترجمة نانسي قنقر